السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لماذا البيض المسلوق ضروري في الوجبات الإفطار أولا لأنه يساعد على الحفاظ على وزن الجسم حيث يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعد في عدم كسب سعرات حرارية عالية فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية ثانيا فهو يساعد في تنشيط وظائف الكبد حيث تساهم مادة الكولين الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه لقياب دوره ثالثا قدرات عقلية عالية حيث يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز إذ أنه يؤثر على القوة العقلية ولذلك ينصح به كوجبة فطرة أساسية للأطفال الرابع شيء فهو يساعد في تعزيز الجهاز المناعي حيث يحتوي البيض على فيتامين آ والدي وحمض الفوليك وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي خامس شيء فهو يساعد في تقوية العظام حيث يساهم فيتامين دي الموجود بكترة بالبيض المسلوق في بناء العظام وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعامة الصحة العامة إذن كانت هذه فوائد أكل وتناول البيض المسلوق صباحا إذا أعجبكم هذا الفيديو اضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة ونلتقي في فيديو آخر إلى النقاء